نحن لسه في الجزء الخاص بالفندامنتلز وهنتكلم النهاردة او في المحاضرة دي على المتغيرات والداتا تايبس ايه الاسم المتغير الاسم المتغير يعني الاسم المتغير وفي قواعد عامة لبناء اسم المتغيرات انها باسماء فريدة ممكن يحتوي الاسماء على احرف واركام وحروف وطاق وممكن يبدأ كمان علامة يجب ان تبدأ بحرف ممكن يبدأ بكمان اسماء بحرف صغير ولا يمكن ان تحتوي على مسافة وممكن تبدأ بـ الاندرسكور هم بيعتبروا الاندرسكور رمزة اندرسكور ده حرف فمثلا لو انا دخلت كده وكتبت مثلا بايت او انت اندرسكور بيساوي تمانية موافق هو على الكلام ده ولو كتبت له رايت لاين اندرسكور وعملت رن اشتغل ممكن يبقى اسم المتغير اندرسكور دي محلومة مهمة اكمل كلام ده يبقى اسم المتغير يبقى عبارة عن حروف وارقام لازم يبدأ بحرف ممكن يبدأ بـ يجب ان يبدأ بحرف صغير ولا يمكن ان تحتوى على مسافة بيضاء اما بيجي متغيرات مختلفة اما بيجي اقول ماي فار وماي فار يعني هنا ده كابيتل وده دول مختلفين لان الاسماء حساسة كيس سنستيف زي ما سبق وشرحنا قبل كده ماينفعش يبقى كلمة ماينفعش اسم المتغير يبقى كلمة ريزيرفت زي انت او اسم المتغير انت او دابل وطبعا لما اجي اكتب اسمه متغير اقول مينتس بير هاور فكل كلمة بداية الكلمة بداية كل كلمة جديدة خليها حرف دي طريقة بروفيشن ولو كتبت حاجات مختصرة زي ام كده بتساوي الستين كويسة بس نوت جود دي جود عشان ريدابل يبقى حاجة من واحد يقدر يفهم لكن اما اجي اقرى الكود واقرى ام كده مش ابقى فاهم من ام دي ايه بالزبط يبقى شروط التسمية هنا ما يبدأش برقم ما يبدأش بكلمة محجوزة ما ينفعش ما ينفعش يبقى فيها زي ايه لكن ما ينفعش يبدأ بايه يعني علامة في ونقص وجرع وكده وعلامة تحجب ما ينفعش هنا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش محروف كما ينفعش محروف نضعش وقتنا في الورقم كما اتفقنا ونضع بنفس الطريقة محروف كلام سليم ونلاحظ كده حكاية الحرف الكابيتل ده ده انتجر هنفضل ماشيين كده لحد ما نشوف الدنيا ايه زي ما خدنا ممكن بعد ما ادلوش قيمة وبعدين اكتب هنا القيمة وبعد كده اقول له اطبع اعترد عشان هنا ماي نمبر كده واحد معرفه كده مرة فاخليها ماي نمبر ون ممكن ابدأ بقيمة وبعدين اغيارها يعني ابدأ انت ماي نمبر على خمستاشر بعدين اغياره هنا بقى عشرين يبقى ماي نمبر بقى عشرين ورأية كونسل مش محتاجين نكتبه في نوع تاني من البيانات اسمه كونسطنط نكتب دي عشان نحطها لكو في الكود اللي احنا هنرفقه بالفيديو بس هنغيارها هنخلي ماي نمبر دي لان هو مش هيفامها لانها موجودة قبل كده فممكن السطر ده كان خمستاشر اعتبر السطر ده زي الليتو يعني واكتفي طبعا ده الكممنت هنعرض هنتكلم على الكممنت خليته عشرين مايجي يبقى عينها يبقى عشرين لو عملت ران للكلم ده مايجي يبقى عينها مايجي يبقى عينها كونسطنط 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 مايجي يبقى عينها ناغيرها مايجي يبقى كونسطنط كونسطنط ممنت فيک بدون من تغيرها يبقى عينها ناغيره خلاص. خليها مينمبر تو. مينمبر سري او مينمبر تو. هنا مينمبر. هنا هيدي ارور طبعا. لما اجي اقول له هنا ارور ما ينفعش اغيره. ما جيت اقول له مينمبر تو عايز اغيره. قال لي لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش? يعني هدي ارور هو. فهقال لي هنا كذا. يقول لي لازم يكون ده فاريبل. لكن ده مش فاريبل ده كونستنف مش هينفع. فعشان كده ده هيديني ارور. فانا هكانسل كده. اعمل كومنت على الاثنين عشان تبقى معروفة ان ده ارور. واعمل هنا برضا كومنت. طبعا كان ممكن ده المعمل كومنت باداية كده. بعد اكتب كومنتات. ممكن اعلم الاثنين دل كده. واطلع الايكون دي. دي الايكون دي كومنت. خلاص هو يحطي لي علامات الكومنتات دي. ارجع تاني لشرحنة. مثالة هو لانواع من الداتا بقى. يعني انا كده مثال كده شامل. انت. my number is 5. double. my double number. double. لازم حطي D في الآخر عشان اعرف الكومبيوتر ان ده. double. و الكاركتر بين كوت بس. والبول او البول. true او false. نأخذ المثال ده بس ديها تبقى نمبر مثلا 6 يعني ليه لان احنا طبعا في كزا ماي نمبر عندنا دي طريق التعريف الانت والدبل لازم نحط الدي دي ماي دبل نمبر العلامات الخضر لسه ماستخدمتوش لكنها ماهيش غلط يعني لو عايز عمل طبعا للكلام ده مجرد استخدمتو تشالت العلامة الخضر دي تاني كده ماي دبل نمبر النوع اللي هو الدبل زي ما اتفقنا ترجع له تاني في المحاضرة هتعرف ايه هو الدبل ده ماي ليتر نفس الكلام كل الحاجات دي هتشتغل عادي جدا لو عملت رون هلاقي الدبل بتاعي ترجع خمسة بوينت خمسة تسعة وتسعين نفس الرقم اللي ماهو الديسبيلي اظهرهم ازاي بكونسول زي ما احنا اتفقنا كونسول رايت لاين اللي هي بنكتب بسي دابليو هنا طبع جون وكتب هلو معها عمل كونكتينيت وهلو معها جون هم 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 اشترك في القناة 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 ممكن يبقى عندي متغيرين واضبع المجموعة بتاعهم.